قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلساء أنه من المرجح جدا أن تكون نيران جنوده قد قتلت المتضامنة الأمريكية التركية عائشة نور بشكل غير مباشر وغير مقصود خلال احتجاج في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي وقال الجيش في بيان أن التحقيق في مقتل الناشطة خالصة إلى أنه من المرجح جدا أنها أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لم تكن موجهة إليها بل كانت موجهة إلى المحرض الرئيسي للشغب خلال تظاهر مناهضة للاستيطان قرب نابلس شمال الضفة وتزامنا مع الإقرار الإسرائيلي حمل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إسرائيل مسؤولية مقتل المتضامنة معتبرا أن على الجيش الإسرائيلي القيام بتغيير أساسي في كيفية تنفيذ عملياته وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول دكتور عمر كوركوماز مستشار سابق في رئاسة الوزراء التركية أحييك دكتور كوركوماز وأنا كنت أقرأ جزء من ما ذكرته إسرائيل قالت ربما أننا قتلنا عائشة نور رحمة الله عليها لكن بشكل غير مباشر وغير مقصود رغم أنها قتلت برصاصة في الرأس مباشرة من أحد قناص الاحتلال الإسرائيلي هذا الذي يبدو اعترافا ولو حتى شكليا في حده الأدنى مقبول جيد في الاتجاه الصحيح أم لا من وجهة نظركم إسرائيل أولا ليست أول مرة تقتل المتظاهرين والمتظاهرات سواء من الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين هناك من قتلت قبلها من غير الفلسطينيين وهذه الشهيدة الثانية في الحقيقة قتلت في فلسطين في دعمها للمتظاهرين نحن نرى أن هناك دولة بلا حقوق في الحقيقة سواء كانت نحو المظاهرات أو نحو الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا الحدث بالنسبة لتركيا وبالنسبة للإنسانية مهدث مهم لا أشك فيه لكن يوميا دولة إسرائيل أو كيان الإسرائيلي تمارس هذه الجرائم على شعب الفلسطيني على أطوال الفلسطين على نساء الفلسطين بالتالي طبعا لأنها من تركيا لأنها عيشانور تحمل جنسية أمريكية ربما هي سوف تسبب مشكلة أكبر عند سلطات إسرائيلية لأنها سوف تحقق هذا الموضوع لأنها تترك سودان سواء من طرف الأمريكي أو من طرف التركي والدليل لذلك أن سيد أبوغان ردا عنيفا جدا في هذا الموضوع وربما شجعه إلى أن يجمع مؤتمر تعاون الإسلامي مرة أخرى ليتخذ بعض القرارات على الأقل إلاوة على ما اتخذ بعض القرارات اليوم في مؤتمر جامعة الدولة العربية لدينا تصريح ذكرته عائلة السيدة عائشة نور رحمة الله عليها قالت أسرة عائشة أننا نشعر بالإهانة الشديدة من الاختراح بأن قتلها على يد قناص مضرب كان غير مقصود بأي شكل من الأشكال هذا التصريح لعائلة عائشة نور سامح لكل التجارب السابقة تقول أن إسرائيل لم تدان ولو مرة واحدة بقتلها سواء للمتضامنين مع الفلسطينيين أو حتى للفلسطينيين حتى من يحملون منهم جنسيات أجنبية سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية أو في هذه الحالة تركية أيضا هذه المرة لن نرى اتهامات ونقد حقيقي يعني لإسرائيل بشكل أو بآخر وفتح تحقيق جدي وحقيقي خارج إسرائيل في هذا السياق كالسابقاتها أم ماذا من وجهة نظرك لا هذا الكلام ليس صحيح ولكن الرد الفعل عنيف جدا من طرف حكومة تركيا ومن مزارة الخارجية التركية ضد إسرائيل والدليل لذلك أن أدوغان فورا دعا مؤتمر تعاون الإسلامي ليجتمع لمذاكرة هذا الموضوع لمناقشة هذا الموضوع ليس فقط موضوع عائشة نور بل مناقشة إبادة الجماعية التي تحسس يوميا في أراضي الفلسطينية في غزة وغيرها فبالتالي هناك رد فيل إذا لم يصل إلى سواحد العربية هذا لا أعرفه يعني لا يعني عفوا لعلي لم أطرح السؤال بالصيغة الصحيح أقصد بعيدا عن ردود الأفعال ونحن نقشنا ردود الأفعال من قبل الرئيس التركي في لحظتها بالمناسبة أنا أقصد في النهاية ماذا بعد ردود الأفعال هل سنصل إلى شيء ضد إسرائيل ولقتلها عائشة نور أم لا هذا هو سؤالي ببساطة أكيد هذا الموضوع ستتابع في محاكمة دولية أيضا دعوة أردوغان مؤتمر تعاون الإسلامي إلى الاجتماع لمناقشة موضوع فلسطين منها موضوع استشاة عائشة نور مسألة مهمة لأن التركيا مهما حاولت في مرات الماضية أن تقوم بالعمل سواء من من علاقتها مع الدول العربية وعلاقتها مع العالم الغربي لا نستطيع أن نقول أنها حصلت عليها أشياء كثيرة لكن بزلت جهدا كبيرة وبالتالي تركيا ما زالت تشجع وتدعو إلى تعاون إسلامي إسلامي تعاون دول إسلامية مع تركيا تركيا مع دول إسلامية حتى يخرج هناك قرار جماعي إذا كانت هناك قرار جماعي قوي ربما إسرائيل ستخدع مطالب الفلسطينيين وسوف تكون هذه المرة يعني مطالب قوية جدا وإلا إسرائيل لا تجد هناك قوة قوية أمامها لتسرع لأن الكل يعرف أن إسرائيل لا تفهم إلا بلغة القوة فبالتالي إذا لم تكن هناك تعاون حقيقي بين الدول الإسلامية والعربية لن تكون هناك تطور أي تطور ميداني لذلك نحن سمنا وقدرنا تقارب الدول العربية خاصة مصر والتركية في هذه المرحلة وسوف نرى ربما تقدما عمليا ميدانيا في هذا المجال على مدى القريب اليوم كانت تركيا حاضرة في اجتماع جماعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجي على ما يبدو أن هذا تطور كبير فيما يخص العلاقات التركية العربية بشكل عام فضلا طبعا عن تطور العلاقات التركية المصرية الأفق القادم في هذا السياق كيف تتوقعوا في ظل الاقتراب هذا بين تركيا والدول العربية في الفترة الأخيرة؟ كلنا نعرف بسبب الأحداث حلال عشر سنوات الماضية كانت هناك بعض التبترات كالعادة لكن تركيا سرعانا استدركت وعادت علاقتها أولا مع دول الخليج ثانيا مع مصر وبالتالي أعتقد الآن حان الوقت أن يتخذ أو تتخذ هذه الدول قرارا عمليا فيما يتعلق بموضوع فلسطين وخاصة في موضوع غزة سابقا كانت هناك في الحقيقة بسبب التوتر لم يكن هناك قرارات مشتركة بين مصر وتركيا كدولتين لكن الآن لم تبقى هناك أي مشكلة على الأقل في التواصل في كل المستويات السياسية والعسكرية والأمنية حتى في موضوع فلسطين أتمنى من دولتين أن يتخذوا قرارا حقيقية فيما يتعلق بموضوع فلسطين وأعتقد الدول الأخرى في الأطراف سوف يشاركون قرارات التي سوف تتخذها مصر وتركيا ما المطلوب أو ما المتوقع بعد التقارب المصري التركي فيما يخص هذه الحرب الإسرائيلية على قطاعها يعني من وجهة نظرك وبخبراتك ما الخطوة التي يجب أن تلي هذه التقارب خصوصا بين مصر وتركيا تجاه هذه القضية قبل كل شيء لا بد أن تضغط على أبريكا قبل إسرائيل ودول بعض الدول الغربية أن يضغطوا على إسرائيل أن يخرجوا ينسحب من أراضي الغزة أولا وأيضا أن يوقفوا هذا الحرب الدامية لإبادة الجماعية في فلسطين بعد ذلك تأتي خطوات أخرى وأيضا يفتح الحدود حدود لمساعدات الإنسانية وهذا الموضوع ليس بسعب بالحقيقة فقط كان هناك عدم التواصل بين مصر والتركيا كان نوعا ما يؤخر الموضوع الآن لم يبقى هناك أي مبرر لاتخاذ قرار ألا لقل في هذين الموضوعين إلى الأمام إجمالا سيد كورقماز فيما يخص التحركات التركية نحن في بداية هذه الحرب رأينا تحركات على مستوى الدول العربية والإسلامية وكانت قمة الرياض الشهيرة سواء للمؤتمر الإسلامي وللجامعة العربية لكن للأسف الشديد هذه القمة حتى بكل زخمها في تلك اللحظات لم يكن لها نعكاس حقيقي على إيقاف هذه الحرب ودعم الشعب الفلسطيني لماذا بالمناسبة؟ يعني كما قلت لكم هذا الموقف يحتاج إلى قوة في الحقيقة ودول العربية بمفردها ليست قوية لكن إذا كانت هناك تجمهر في قرار واحد أو إجماع على قرار واحد نعم العالم العربي والإسلامي لديها قوة عظيمة قوة ضاربة وحتى الغرب سوف يفكر ويتخذ قرارا آخر في نحو هذا الموضوع لكن البشكلة في المنطقة الإسلامية والعربية نحن انشغلنا ببعضنا في قضايا المحلية الداخلية والآخر كان يتقدم إلى الأمام وربما كانوا يستعدون للقضاء في مرهلة قادمة على ما تبقى من أراضي الفلسطينية وأيضا ربما يستعدون للتدخل في أراضي الإسلامية غير الفلسطينية لأن إسرائيل لن تتوقف حتى لو ينتهي لا سمح الله غزة لن يتوقف نحن نعرف أيديولوجيا الصحيونية أن لديها أقلية تبسعية إلى مصر إلى تركيا إلى سوريا إلى العالم الإسلامي بشكل عام فبالتالي لو لم يكن هناك أي تعاون داخلي بين الدول العربية والإسلامية ما يزوقه شعب الفلسطيني اليوم في أراضي الفلسطينية سيزوقه المسلمين في أماكن أخرى فبالتالي لا بد يكون هناك تعاون مشترك أمني عسكري نحو هذه القوة الغاشمة حتى تعرف أن هناك قوة توقف هذه القوة الغاشمة في أراضي الإسلامية السؤال الأخير أنا استمعت كثيرا خصوصا لأكثر مرة في خطابات الرئيس التركيا أن إسرائيل لديها أطمع في عدد من الدول العربية المجاورة لكن يلفت الانتباه أن الرئيس أردوغان قال أن حتى إسرائيل لديها أطمع في تركيا الحقيقة البعض يقول هذه من الصعوبة مكان كيف لإسرائيل أن تطمع في تركيا هذه الدولة الكبيرة والبعيدة أيضا بشكل أو بآخر عنها هل لك تفسير لما ذكره الرئيس التركي في هذا السياق هذا قراءته بسيطة جدا نحن نعرف جيد وكلكم تعرفون أن عيدولوجيا الحاكمة في إسرائيل عيدولوجيا صحيونية منذ سمانة واربعين وبالتالي هذه العيدولوجيا لم تكتمل بعد حدود إسرائيل المطبوط إلى الآن وبالتالي ليست وجود إسرائيل في أراضي الفلسطينية لا يرضيهم لهذه العيدولوجيا وبالتالي لديهم أقلية توسعية وهذه الأراضي التوسعية تدخل فيها لا شك تدخل فيها جزء من أراضي التركية والمصرية والإراقية وصوريا بشكل كبير لبناء طبعا في مقدمتها نعم أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمر كوركوماز مستشار سابق في رئاسة الوزراء التركية كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول